السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سنتعلم بعض كيفية تصميم هذه الطاولة باستخدام برنامج راينو عن طريق أداة اللي هي لقراس هوبر فأول شيء نضغط على فايل نو ونرسمو رسم من جديد نو سيف نختار الوحدات ننتظر بعد الوقت ما بين ما يفتح البرنامج أول ما يفتح البرنامج معنا نبدو في التصميم ممتاعنا فنرسمو أول شيء خليه يفتح البرنامج فأول شيء نرسمو كيرف بالكيفية هذه من هنا بالكيفية هذه عشوائي يعني يكون في فهي لعنده هنا بإمكاني نحرك النقطة هذه نحركها هيكي ونقيمها فوق لأعلى بشوية تمام هذا نبندير له مرر نبندير له مرر حول النقطة هذه فتجي هيكي بالكيفية تمشي بجانب هيكي وتضغط shift بش يكون متساوي طمد تضغط لكي الماوس تمام إذن هذا الضرع نبن ركبة فوق نجي هنا لركبة بالكيفية هذه أعتقد أعتقد أعتقدكي كويس نفس الشي نرسم كيرف تاني بالكيفية هذه تأكد أن الميد بوينت ماذا بيكي تكون مساكرة والإن بوينت مساكرة بش ماذا يضايقوكش تمام بإمكاني نعدل في هذا ونخليه شكل أحسن من قبل يعني نعدل في النقاط ونديرها بالكيفية هادي يعني نعدل النقاط نسحب النقطة بالكيفية هادي لعند الإمكان المناسب نشوف فيها هادي نازلة هلبة فخلي نركبها فوق وهادي كلها بنعدل فيه بعدين هذا بها هيا تمام إذا نسحبها بالكيفية هادي نعدل النقاط تمام هيك نايعجبني خلي نركبها هيا ونديرها فوق لأعلى أعتقد أن ناير رفعتها البافة خلي نشبح من هنا يبين كل شيء فهدي خلي ننزلها لعند هنا وهدي أيضا خلي ننزلها لعند لعند هنا همشي يكونوا مدابينة الأبعاد متساوية تمام بعد ما صممت الحاجة هما ثلاثة كيرفات فنمشوا لدالة اللي هي غراس هوبر غراس هوبر خلي نامسى هذه هذين بهاش تمام نمفتح غراس هوبر اول شي يفتح لك صفحة فاضية بالكيفية هادي او تسكر صفحات وتدير فايل ثم نيو ديكمنت بعد ذلك نجو ونضيفه اللي هو الكيرف اللي هو هذا اللي هو كيرف او نضغطه هنا نكتبو كيرف هو هذا نضيف كيرف ندير كلك يمين نبنضيف اكتر من الخط فاندير ست ملتبون كيرف معناها تحديد اكتر من كيرف واحد فانحدده ونحدده مهما نشملهم الثلاثة مع بعض ثم نضغط كلك الماوس اللي يمين وهكي اصبح باللون الاخضر لاحظوا اصبح باللون الاخضر اذا هادي مفاعلة اصبح وما الكيرفات هما يعتمد عليهم اللي هي الدالة اللي درته هنا كويس الكيرفات هما انا بندرهم اول شي التوصيل اللي هو طبعا نعفوها احنا دلت التوصيل هي اللوفت فاندكتبو اللوفت نضغط عليها ونوصلهم نوصلهم يديلي شيني يديلي كأنه اه صفيحة صفيحة اه توصل خط هذا بالخط هذا بالخط هذا كويس الصفيحة هادي نبي نجزئها احنا دلت الشي نقولنا ش اسمها اللي هي الكونتر دلت الكونتر نضغط عليها مش هادي معلى الشي كونتر لنا فيه زوز زوزي لخبطه اعتقد هادي ايوه هي هادي اللي هي بالشكل او خلينا مسحها اللي هي بالشكل تكتب كونتر اللي هي بالشكل اهوه شكل زي صندوق باهي في واحدة ثانية اللي هي فانكشن لك حين ابوه هادي فنحدد هادي اللي هي سورس متاعها لاحظ اللي هو السورس اهوه او الشي بشكل متاعنا اللي هو حددنا ووصلنا دلت اللوفت اخر حاجة المخرجات متاع اللوفت بمدخلات الكونتر الاولى بس ونجيه هني هي طبعا هني دستنس او المسافة بيناتهم فنحدد مسافة ولتكن اتنين اتنين نضغط انتر ثم نوصلها المسافة اتنين بالكيفية هادي اذا انا عجبني بالكيفية هادي بيمكاني نزيد اه نصغر المسافة او بيمكاني نزيد المسافات يعني نصغر المسافة او نزيدها فانين شوف في اتنين نشوف فيها والله اتنين مش مناسبة خلي نديرها خلي ندير حاجة تانية ندير اه ندير واحد ونص انتر ونوصل هادي بهادي فانشوف واحد ونص تقريبا كويسة لاحظوا شوفوا واحد ونص المسافة بناتهم فانشوف فيها ممتازة كويس ندير انا اكسترود لهادي اكسترود طبعا شوفوا لاحظوا الاكسترود وين هيكون هيكون نبيه في الواي ونبيه في الزد نبيه في الواي وفي الزد فنضغط دبالكليكة هادي وندير اللي هو اكسترود على الشي اكسترود نوصل هادي بهادي اكسترود وين في الزد اول وحدة الزد ونوصل باهي اذا هادي الزد اللي درناها نوصل لو كان عجبتني فنوصلها بهادي بجتاء تعطيك القيمة المناسبة والهي فرضا الواحد ونص نخلص تمام بادير اكسترود تاني فتما تجاه درنا اكسترود في الزد ثم هادي نبيه يمشي في الزد لحظوا شوفه نبيه يمشي في الزد يعني انه يدرنا الزد ثم نوصل لو كان نوصل الواي نوصل الواي نديرها فرضا المسافة 2 او بمكنني نسحب القيمة هادي يعني قدرنا سحبها هذه اللي عنده هنا عادي لكني خلين دي القيمة تانية يعني بها لنا أكتر أكتر سماكة اللي هي سماكة في اتجاه الواي فسماكة في اتجاه الواي لاحظ ده ما غير اتجاه الواي لاحظ تولد سماكة تكثر فأنا نبيها بالكيفية هذه أعتقد ثلاثة مناسبة نشوف فيها هنا ثلاثة مناسبة بإمكانك أنك بعدين بعد ما تكمل تجي تحدد النقاط اللي تبي تسويهم فرضا هادي نبي نسوي ايك نزيدها هادي النقطة تبي تسحبها غادي نقاط أيضا القاعدة نبي نسحب هادي النقطة ونبي نسحب النقطة اللي من هنا يعني بإمكانك تعادل فيه كيف تعديل المناسبة متاعك انت فكل ما في الأمر هي دالة شو ندرناها درنا كيرف حددت الكيرفات الثلاثة در دالة اللوفت اللي هي تعطيك الصفيحة بعد ما وصلتها بالكنتر هي تقسمها لك جزءها لك جزء لك تحدد القيمة قداش جزأتها بعدين يمشي اللي بعدها درنا كسترود درنا كسترود في الزد ودرنا بعدين كسترود في الواي يعني درتك استرود مرتين كسترود في الزد بقيمة واحد فاصلة خمسة وبعدين درتك استرود في الزد بقيمة الثلاثة باهي أعطاني الشكل هذا بإمكاني نعدل فيه كيف ما يعجبني نتعدل فيه كيف ما يعجبني هادي ميزة اللي هي الغراس هوبر الغراس هوبر بإمكانك تعدل فيه كيف ما يعجبك ومن وين أي نقطة تب بها يعني بدل ما تطبق وتدير باهي فلنشوف فيها هيكي مناسبة تمام خلاص بعد ما كملنا هيكي نضغط كليك الماوس اللي مين على آخر حاجة وصلنا لها ونديره بايك نديره بايك اللي هي خلاص يكملي كل شي ويطبقها لي ونديره أوكي خلاص هنا لا رجوع باي تمام إذن في حاجة نسانة من درناهاش خلينا نرجع للغراس هوبر أهما نبيل أخفيهم من بهمش فنديرهم نحدد 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 لحددتهم بعد ندير إخفاء تمام ونسكر إذن هذا هو الشكل أمتعي فخلي في كيرفات نبيل نخفيهم الكيرف هذا نبيل نخفيه ندير لها الكيرف هذا أيضا هو الكيرف إن شاء الله غير بس يحدد الكيرف هذا أيضا نبيل ندير لها والكيرف الأسفل نبيل ندير لها أيضا هايد ما نبيهم شامل بهي إذن هذه هي قاعدة الطاولة متاعي لكن آخر شيء إحنا أنا زي عرضتها لبا فوق شوية لكن يلا مش مشكلة فهو غير بس مجرد درس تعليمي فنحدد نرسم توا دائرة نرسم دائرة بالكيفية هذه همشي يواصل من البداية والنهاية نسحبها بالكيفية هادي والركبة لأعلى نرقبة نشوف الرايت فيو الركبة بالكيفية هادي عفوا مش عف خلستك نرقبه بالكيفية هادي وصلت لعند فوق طبعا نبندير التخانة لها هي طبعا دالت بمسافة قداش طبعا همشي تكون صلد وتركب شوية بالكيفية هادي اللي عنده هنا إذن هذه هي الطاولة متاعي ناخد الكيرف هوا أيضا وندير لأخفاء لو كان دارت التخانة هلبة في قاعدة الطاولة بإمكانك تقرب وتنقص شوية تنقص شوية همشي تنزل على سطح بالزبط باهي بش يكون حقيقي فبعد ما عدلنا ودرنا وصممنا خلي نحدده هوا اللي هو الماتيريال أو المعدن فنمشي نحدده هوا نمشي للماتيريال ونضيف اللي هو نضيف ماتيريال طبعا هادي عبارة عن زجاج القاعدة الفوقية فنحدد اللي هو الزجاج أين هو الزجاج اللي هو الزجاج لحل نختاره نسحبه طبعا دانيبان كويس أيضا هذا اللي هو هادو لاحظنا كل قطعة بروحة اللي نحن ندرنا لها شني كونتر كل قطعة بروحة فنجي شني نوصلهم نحددهم كلهم هادو نحددهم حددهم كلهم اكي تأكد انك حددتهم كلهم ودرهم جروب تنقلكم على عشي جروب على خاطر بش لما تحدد المعدن توا يشملهم كل مع بعض فندير إضافة ونختار اللي هو نختار اللي هو import wood african take polishide نختاره ونختار المعدن بتاع الطاولة وهذا هو التصميم النهائي لكن في حاجات نبنعدلها وهي انها هادي مفروض تكون متساوية مية في المية هنا تمام بالإضافة بندير حاجة تانية وهي اني بنوريها لكم for traced هتبان أوضح وأحسن وأجود يعني لكن هذه تب بيرندر تب بجهاز قوي للرندر بش يقراها فنلطع double click وننتظر بعد الوقت تون وقف الفيديو ما بين ما يكمل البرنامج قراءة هذا التصميم اللي درت تتوى وخلي نوقف الفيديو شوية ورجع لكم